السلام عليكم أزيزي مربي الأسماك نتكلم اليوم عن حصاد الأسماك الجزئي في الأحواض الأرضية عادة يتم حصاد الأسماك اللي وصلت إلى الوزن التسويقي على عدة مرات ليش؟ قد يكون حجم الحوض كبير ولا يمكن حصاده على دفعة واحدة حفاظا على جودة الأسماك أو لقلة الطلب في السوق والرقبة في كميات بسيطة أيضا لعمل فرز للأسماك لفصل الذكور عن الإناث في برك أسماك البلطي وقد يتم الحصاد الجزئي داخل أحواض الأمهات أو الأصبعيات أو أحواض التربية يتم عن طريق صرف 80% من مياه الحوض بالتالي تجمع الأسماك في منطقة الحصاد اللي تكون أعمق من باقي الحوض فيسهل صيدها باستخدام شباك الحصاد المتخصصة بعد ذلك يتم وضع الأسماك على طاولة مخصصة للبدء في عملية الفرز أو الذهاب بها إلى وحدة التعبية والتغليف